تعالوا نروح نتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة مع زمانتنا العزيزة منا إبراهيم هي موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة منا صباح الفل عليك تفضلي يا صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من عشر الصبح في الأهلي يبقى أكيد أخبار رياضية أهلوية كمان جديدة من المقر الرئيس للنادي الأهلي موجودة علشان أن أقل لكم آخر وأهم الأخبار الرياضية المتعلقة بالنادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة خلويني أبتعد بفريق الأول لقرة القدم اللي النهاردة بيواصل آخر تدريبات أو تجمع الفريق الساعة 3 العصر تدريب الساعة 4 العصر طبعا استعدانا لمباراة الجونة بكرا إن شاء الله يعني دي المباراة الأولى هتبقى مع النادي الأهلي في كاس ربط الأندية المحترفة طبعا النادي الأهلي في مجموعته هيواجه بعد نادي الجونة هيواجه يوم الاتنين الإسماعيلي ويوم الجمعة المقولين العرب يوم الخميس 27 يناير مع نادي سموحة وآخر مباراة تبقى مع البنك الأهلي يوم 30 يناير إن شاء الله دي طبعا هتبقى المجموعة اللي هيلعبها النادي الأهلي كل الأندية اللي هيواجهها ونتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله تبقى البطولة دي من حظ النادي الأهلي وتضاف لبطولات النادي الأهلي يعني كريم خليني أقولك أن النهار ده هيجري الجهاز الطبي للفري في انتظار المسحة التانية للعيبة الخماسي اللي كانوا أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا وهم اللعيبة بيرسيتاو ياسر إبراهيم لويس ميكي سوني أحمد عبدالقادر وأحمد نبيلك وكان شاء الله المسحة تطلع سلبية ويقدروا أن هم يشاركوا مع مع النادي الأهلي بكرة في مباراته أمام النادي الجونا يعني عايزة أقولك بس يا كريم إن دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق كان بيواصل التنصيق أمس والنهاردة مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الموجود حاليا في الكاميرون للإطمئنان على حالة أقرم توفيق اللي أصيب مبارح وخرج من الشوت الأول من مبارات منتخب الوطني أمام نيجيريا خرج مصاب بإصابة كبيرة في ركبته الإصابة غالبا هتبقى شديدة للأسف وقد تؤثر على أقرم توفيق أنه هو الفترة اللي جاية طبعا مش هيقدر يكمل البطولة مع المنتخب قد كمان تبعدوا عن مباراته أو البطولة مع النادي الأهلي في كاس العالم للأندية بنتمنى له أكيد كل التوفيق بنتمنى له أنه هو إن شاء الله تبقى بسيطة مش زي ما لحد دلوقتي استمعينه وعرفنا النهاردة هيجري إشاعة أخيرة هتحدد إن شاء الله منها إيه مدى إصابته وقد إيه هيبعد عن الملعب نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله يبقى بخير قريب دكتور أحمد أبو عبلة كمان منتظر النهاردة ومنتظر الآمزي رجوع بدر بنون اللي كمان أصيب مع المنتخب المغربي بتاع بلاده مؤخرا وإن هو هيرجع إن شاء الله للقاهرة علشان يقضع للفحص الطبي الدقيق اللي هيحدد إيه إصابته وهيبعد قد إيه إن شاء الله منتمنى له السلامة وإن شاء الله تبقى برضو بسيطة يعني يا كريم دي كانت كل أخبار الفريق الأول لكرة القدم خلينا نروح بقى لفرق الرياضية المختلفة النهاردة بالنادي الآلي خلونا نبتدي بفريق الأول لكرة الطيرا رجال النهاردة الفريق راحة من التدريبات بعد مباراتين متتاليتين لعبهم لعب أول أمس يوم الاثنين مع نادي سبويتنج وقدر إنه هو يفوز بنتيجة 3-0 على نادي سبويتنج المبارات دي كانت في الجولة الأخيرة والعشرة والأخيرة من بطولة الدوري مبارح تحديدا لعب مع نادي سبويتنج للبترول على طول بشكل متتالي فاز برضو بنتيجة 3-0 يعني دي كانت مباراة مؤجلة من الجولة التمنى من بطولة الدوري فاز برضو بيها النادي الأهلي بنتيجة 3-0 طبعا يعني كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق يكون الفترة المقبلة بيجهز لعبته بشكل قوي جدا أنهم يستأنفوا تدريباتهم خصوصا أن الفريق في الفترة الأخيرة ما أدي أداء قوي جدا وما أدي عروض قوية جدا إن شاء الله تستمر في الفترة المقبلة كرة الطايرة سيدات بقى النهاردة بيستعدوا لمباراتهم يعني يوم الجمعة المقبلة هتكون أول مباراة رسمية مع نادي الزمالك آخر مباراة كان فاز بيها النادي الأهلي أو سيدات الطايرة كانت يوم يعني أول أمس تحديدا عفوا مع نادي الصيد مباراة كانت شاهدة ندية كبيرة جدا وتحدي وأسرار من لعبات النادي الأهلي إن هم يفوزوا بالمباراة قدروا يعملوا كامباة كوي جدا وفازوا بالمباراة بسكور كويس عايزة أمنا كمان يا كريم على اللعبة آية الشامي طبعا آية من أحد أهم وأبرز اللعبات بالنادي الأهلي كانت أصيبت بكسر في أصبعين من أصابع اليد هي لحد دلوقتي مستمرة في برنامج العلاجة الطبيعي اللي كان مقدمه لها الجهاز الطبي إن شاء الله في أسرع وقت ممكن ترجع للملاعب بشكل قوي تاني وسريع أما بقى رجال كرة السلة اللي فازوا أمس على المصرية اللي اتصالاتوا أغلاقوا صفحة المباراة فازوا بنتيجة 82-72 دمعا كانت مباراة قوية تفرجنا عليها أمسا مباشرة وحاصرين على شاشة قناة النادي الأهلي وشوفنا كمان الستوديو التحليلي المباراة القادمة ستبقى يوم السبت القادم إن شاء الله أمام نادي مصر للتأمين يوم السبت القادم يعني أكيد طبعا مستر أوكيستي بوش زي كل مرة بيحرص أنه بعد كل مباراة يعمل محاضرة مع اللعيبة هتكون النهاردة على صلة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي هنا بالجزيرة علشان يناقش فيها إيجابيات وسلبيات المباراة الماضية علشان طبعا يتجنب كل السلبيات اللي حصلت للمباراة الجاية إن شاء الله أمام مصر للتأمين كمان حاب أقولك يا كريم أن اللاعب مروان سرحان اللي كان أصيب بكسر في الإيد لسه مستمر فيه برنامج العلاجة الطبيعي اللي كان متقدم له أو محدد له من الجهاز الطبي إن شاء الله في أسرع وقت ممكن يقدر يرجع للملاعب بشكل قوي وسريع أما بقى سيدات كرة السلة بقيادة طبعا كابتن علي هاشم في أجازة رسمية نهاردة وراحة من التدريبات لمدة أسبوع من النهاردة طبعا ظل أن هما في ظل توقف البطولات أو أي منافسات رسمية هتكون هيلعبوها قريب ما فيش أي تدريبات قريب فالفترة دي هتبقى كافية لكابتن علي هاشم المدير الفني مع الجهاز الفني معين هما يحطوا خطة الإعداد للفترة القادمة إن شاء الله تبقى خطة إعداد قوية يقدروا بيها يعملوا كامباك سريع جدا ويلعبوا واستقنافوا مماشتهم أول ما تبتدي بشكله وصورة قوية إن شاء الله يعني خلوني بقى أن نروح لكرة اليد رجال طبعا بقيادة كابتن طارق محروز النهاردة تمرينهم الساعة 4 عصرة استعدادا لاستقناف الدوري من يوم 17 يناير الجاري إن شاء الله دلوقتي إحنا في فترة توقف لكن الدوري هيستكملوا تمرينتهم أو تدريباتهم واستعداداتهم والمباريات يوم 17 يناير الجاري إن شاء الله يعني عايز أقول لك إنه كابتن طارق طبعا حريص إن هو يجهز لعبته بشكل قوي خصوصا بعد اندمام وانتظام اللعيب الدوليين اللي كان رجع من معسكر المنتخب الوطني بالسعودية كمان اللاعب إبراهيم المصري هو الوحيد اللعيب اللي هيحصل على راحة إضافية طبعا نتيجة الإجهاد الشديد اللي اتعرض له أثناء المنتخب خصوصا إن إبراهيم من العناصر القوية والمهمة الأساسية في المنتخب وفي الندي الأهلي كمان يعني الفريق كان الفترة اللي فاتت لعب واتزياد كتير جدا كان ده الطريقة اللي كابتن طارق محروس بيجهز بيه على عدته بيتأكد إن الفريق كله جاهز لكل المباراة القادمة بعد ما يرجع من التوقف إن شاء الله يعني أخيرا بقى خلينا نروح لسيدات كرة اليد اللي النهاردة تدريبهم الساعة 4 عصرا استعدادا لاستئناف البطولة والمواطشات الرسمية بتاعتهم تقريبا بعد حوالي شهر من دلوقتي بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله الشهر ده يكون وقت كافي جدا إن هم يرجعوا بشكل قوي للعروض القوية اللي دايما معاودلنا عليها بتمنى لهم أكيد كل التوفيق بتمنى لفريق إن كل التوفيق بكرة في بطولة وقل جديدة اللي إن شاء الله تبقى بطولة تضاف إلى بطولات النادي الأهلي مرة تانية بشكركم جدا عم تابع بشكرك يا كريم والعودة إليك مرة تانية في الستوديو الفضل كل شكر لي كيزمنتنا العزيزة من إبراهيم على هذه التخطيئة المتميزة